هي راية سلام وسلم وعدالة تسير على نهجها الحشود المليونية في ذكرى الزيارة الأربعينية التي يعظم فيها نهج الحسين عليه السلام وهذا نهج يرجوه العراقي اليوم بالسير على خطى الإصلاح ومحاربة الفساد رئيس الجمهورية برهام صالح يعزز المسار الذي يسير على درب الحسين منهجا للإصلاح ليستقل عراق من ثورة الحسين الإصلاح والنصر على الظلم والطغيان بيان رئيس الجمهورية ومثله بيان لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يؤكدان على أن المناسبة العظيمة هي رسالة واضحة للشعب العراقي ترصخ نهج الحسين وآل بيته الذين نذروا أنفسهم دفاعا عن قيم العدل والكرامة وهو الذي يجب أن يكون كخريطة طريق يسير عليه العراقيون مثالا للتضحية والوفاء الرئيسان قدمات تعازي بمناسبة ذكرى أربعانية الإمام الحسين عليه السلام وعلى بيته وصحبه الذين استشهدوا في واقعة الطف الأليمة الرئاسات الثلاث وكافة القيادات السياسية والدينية في العراق الجميع على خط ثابت في تثمين معيار المناسبة الدينية العظيمة فيما يقف الشارع العراقي اليوم على أعتاب قرب استحقاق دستوري ومواجهة مع ظلام الفساد الذي لابد له أن ينتهي في زمن بات البلاد فيه أحوج ما تكون إلى عدل واستقرار كرسه الأولون أثمن ميراث في زمن تركات ثقيلة جعلت من العراق وشعبه في ظروف قسمت ظهر السيادة والسياسة والاقتصاد ترجمة نانسي قنقر